بعدما أصبحت أول امرأة وأول شخص أصمر يتولى منصب نائب الرئيس الأمريكية قد تكتب المحامية والسياسية الأمريكية كامال هاريس صفحة جديدة في تاريخ الولايات المتحدة بعدما حصلت على دعم جو بايدن إثر انسحابه من السباق الرئاسية ويرى البعض في هاريس البديل الواضح والسهل لبايدن خاصة أنها كانت وما زالت على بطاقة الاقتراع كنائبة للرئيس بايدن وقالت كامال هاريس في رسالة للناخبين أن الانتخابات الرئاسية القادمة لن تكون عادية طالبة دعمهم لهزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب وتمكنت نائبة الرئيس الأمريكي من حجد دعم حاكم ولاة كاليفورنيا جيفين يوسوم مبعدة بذلك عن طريقها منافسا قويا محتملا وعلى الرغم من هذا الدعم الذي حظيت به هاريس إلا أن كثيرين يرون أن السياسية الأمريكية من أصل أفريقي وأسيوي والتي عادة ما توصف بأنها النسخة النسائية من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد تعاني في سبيل تحقيق إجماع داخل حزبها على ترشيحها لمواجهة ترامب في السباق المنتظر اشتركوا في القناة